نتحول مشاهدين بكم إلى ميونيخ مرة أخرى وتواصل فعاليات هذا المؤتمر خاص بالأمن وكلمات تريزامي زيادة إنتاجنا العالمي الإجمالي وسنستمر دائما في الوفاء بكل هذه العهود وهذا يعني أننا نطور العديد من العلاقات الأمنية وغيرها مع الولايات المتحدة مع الخليج وحتى مع شركائنا الأسيويين كذلك هذا يجد من إمكانياتنا بما في ذلك النقل الجوي وكل القوى والوكالات الأخرى هذا يجعلنا نقوم بقيادة العديد من العمليات في العراق وسوريا وحتى جنوب السودان وغيرها من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة داخل أوروبا نعمل بشكل وثيق مع حلفائنا ونعتفهم تماما بأن هذا يطور من علاقاتنا عالميا نريد أن نستمر في هذا التعاون حتى ولو غادرنا الاتحاد الأوروبي أن الشعب البريطاني لديه قرار واضح مسؤول تماما عن ما يقومون به وهذه هي دائما الحالة بأن وطننا هو أهم ما يهمنا الآن وكذا نعمل معنا بكل التعاون حتى الاتحاد الأوروبي وغيره إن تغيير كل الاستراتيجيات التي نعمل معنا لا يعني أننا نفقد العديد من الأهداف إن حماية شعبنا أو ربما دمج مصالحنا مع العالم الآخر يقول بأننا نخلق عالما جديدا برحيلنا عن الاتحاد الأوروبي نحن كذلك ملتزمون بأمن واستقرار المنطقة كما كنا دوما في الماضي إن الأمن الأوروبي هو أمننا وهذا سبب أنني أقول ودائما أقول وكذا أقول اليوم بأن هذا خروج مشروط وعلينا أن نبقي على كل عهودنا إن التحدي الذي يواجهنا جميعنا اليوم هو علينا أن نستمر بالعمل معا بمنتهى الشراكة والخصوصية مع الاتحاد الأوروبي وأن نعز كل ما نقوم به من أجل ضحر كل التهديدات التي تواجهنا معنا هذا هو الوقت الذي لن يسمح لأي مننا أن يسابق الآخر أو يضع العديد من التحديات أمام الآخر أو أن يغير الأيدولوجيات أو العقول لشعوبنا علينا جميعا أن نقوم بما هو عملي برجماتي يعني تماما بأمننا جميعا معا وهذا كيف يمكننا أن نحقيقه هذه هي الفرصة من أجل تحقيق شراكة حقيقية عالمية من أجل إبقاء شعوبنا آمنين لسنوات وسنوات دعوني أبدأ كيف يمكننا أن نضمن الأمن في أوروبا أن كل التحديات التي نواجهها لا تحدد حدود ما أو تقصد أمة بعينها جميعنا في هذه الغرفة تشاركنا في العديد من الألم وتشاركنا في العنف الذي مرته علينا الإرهاب ولسنوات كبيرة كان هناك العديد من الهاجمات في منشستر وغيرها أولئك المجرمين لا يهتمون بشكل كبير أن يتفهموا مواطنة أو ربما جنسية كل فرد يفهمون أنهم يحاربون معا ونحن نتشارك الحرب ضدهم ونحن لن ندعهم ينتصرون علينا أن الناس ينظرون إلينا كقادة كقادة العالم من أجل أن نجيب ونستجيب لما يحدث وهذا لا يمنعنا أبدا من الوفاء بأي حقوق لهم علينا كشعوبنا وعلينا أن نجد الحل العملي من أجل التعاون الوثيق لتحقيق ذلك لقد قمنا بذلك فيما مضى عندما يكون العدل هو ما يجمعنا علينا أن نعمل معا ربما بعض الموجودين من المملكة المتحدة اختلفوا في رأيهم وغيرهم ربما رفضوا أمورا أخرى ولكنني حقا علي أن أجد طريقا برجمتي يجمع كلا المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي فيما يخص الأمن وهذا السبب وراء أننا نعمل بشكل وثيق مع الاتحاد الأوروبي من أجل مصالحنا المشتركة الكبيرة هناك العديد من العلاقات عززناها وقويناها والآن علينا إعادة ربما رسم شكل هذه العلاقات مرة أخرى إن كل مساهمتنا في هذه التغيرات هامة وهذا يجعل كل الشعب في القرى آمن هذا التعاون العملي يتضمن كل الأنظمة المشتركة بيننا وهذا يعني أن لا فرض يمكنه أن يقترف أي جريمة في أي مكان مختلف لأن ما من اختلاف بين المملكة المتحدة وغيرها عندما يحدث أي شيء في المملكة المتحدة ربما نقول بأنه شخص ما ذهب إلى هنا أو هناك ثم واجهه أي إرهاب لن يعذف أي شخص عن مساعدتها أو الإيتيانة بحقه هناك آلاف الأشخاص من المملكة المتحدة يسافرون إلى الاتحاد الأوروبي كان هناك ثلاثة قام ضبطهم في الاتحاد الأوروبي من المملكة المتحدة قام ببعضهم الآخرين بالقبض على مجرمين آخرين في منطقة أخرى وهذا يعني أننا نلعب أدوارا متبادلة من أجل بعضنا المعد من أجل حماية منطقتنا لأن هذا جزء أهم كبير من استقرار الأمن في منطقتنا ثانيا التعاون بين الوكالات الحاجثة ربما الولايات المتحدة من أهم أكبر المساهمين في البيانات ووحدتها وقاعدتها ونقول بأننا نحتاجهم بشكل كبير لأن هذا يجعل منا جمهورية كبيرة نعيش بمنتهى الحرية ونتبدل المعلومات وبالتالي هذه الأنظمة من المعلومات التبدلياتية علينا أن نتشارك مع الولايات المتحدة في كل المعلومات بما في ذلك العمالات الإرهابية والمفقودين والمجرمين وكل الملفات القديمة وهذا يعني أننا لدينا قاعدة بيانات قوية تساعدنا جميعا حتى في أوروبا وغيرها لأن الأعداد متزايدة بشكل مرعب هناك طريقة واضحة لتبادل هذه البيانات والاستفادة منها من أجل المن يقومون بتهريب البشر والمجرمين والمواد المخدرة وغيرها في كل هذه المناطق والقضايا هناك شعوب كبيرة من بسبب تعاوننا ولكل الترتيبات التي قمنا معها إذن مشاهدين الكرام هذا جانبا من كلمة رئيسة الوزراء البريطانية تريزا مي وتتحدث أيضا عن سياسة الشراكة والتعاون بين بريطانيا وبين الدول الحاضرة في هذا المؤتمر الخاص بالأمن والضرورة أن تكون هناك شراكة حقيقية لمواجهة الإرهاب في جميع دول العالم أيضا تحدثت عن شراكة بريطانيا والاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة تحديدا في مجال تبادل المعلومات فيما يخص طبعا الأشخاص المنتمين لجماعات إرهابية يسعون للدخول لهذه المنطقة والتخريب فيها